محطات البنزين الأكثر غشاً وسريقة في العالم لقد أصبحت السرقات التي ترتكبها محطات البنزين تتم بوضوح مفضوح وبإذن الحكومة وفي هذا الفيديو سنقدم لكم محطات البنزين التي تسرق أكثر كما سنفسر لماذا وسائل الإعلام والتواصل لا تتدخل ولو بكلمة يسرقون بكل وقاحة ولا أحد يملك الجرعة لوقفهم بعد أن سجل فريق شاب من أمريكا اللاتينية واكتشف بمعية موثق عمومي محطات البنزين التي تسرق أكثر دعاه الآلاف من الأشخاص لزيارة مدنهم لذلك توجه الفريق نحو مدينة تيخوانا واكتشف أن هناك احتمال وجود محطات البنزين الأكثر غشاً وسريقة في العالم والنتائج كانت صادمة وتستلزم دقة ناقص الخطر وأسوأ ما في الأمر أن السرقة تسير مكشوفة يوما بعد يوم تحت حصانة كاملة من الحكومة ومن جديد تعاقد الفريق مع موثق عمومي للبرهنة على كون النتائج حقيقية قام الفريق إذن بتجربة على أربع لترات من البنزين من عدة محطات في تيخوانا وكانت النتائج أسوأ بكثير مما كانوا يظنون انتباه للقيام بهذه التجارب تم استعمال جرى معيارية مطابقة للجرى التي يستعمله بيرفيكو أو مكتب المدع العام للمستهلك بالمكسيك لتقييم واختبار المحطة وقد التقى الفريق مع مانويل فرناندياس بيرتيالا وهو وسيط عمومي ليشهد على التجارب الذي سيقوم بها هذا الغاز كاسمار ورقمه هو 2665 وثمن اللتر الواحد هو 15 بيزوس و88 قرش والنتيجة كما نلاحظ لم تصل بالكاد للقياس المعياري حذار ففي الورقة نجد اللتر الواحد أرخص وقد أصبحنا الآن نعرف لماذا وقد اكتشف الفريق أن بعض محطات البنزين تخدع الناس ببيعها البنزين بقروش أقل لتبدو سلعة رخيصة لكنها تسرق أكثر مما أن تتخيل التجربة الموالية هي لأركو ثلاثة ألاف وثلاثمائة وتسعة وخمسين وثمن هنا هو 16 بيزوس وخمسة عشر قرشا وهنا نلاحظ أنها لم تصل ولو لمنطقة القياس من الوعاء المعياري أي سالبة 150 محطة البنزينهات للولايات المتحدة الأمريكية لا تكذب فقط بقول أن بنزينها أمريكي بل كذلك تسرق في البداية نعم كانت تستورد محروقاتها لكنها لم تعد تفعل ذلك لحين لا يزال الناس مخدوعين وهم يظنون أنها تستورد بنزينها من المولايات المتحدة الأمريكية كانوا يظنون أن هذه الشركة ستعمل على تحسين الوضع وليس السرقة لكن تبين أنها أسوأ بكثير مما كانوا يتوقعون شركة أيكو المسجلة تحت رقم ستة آلاف وتسعمائة واثنين وهنا ثمن اللتر الواحد هو ستة عشر بيزوس وثمانية وثلاثين قرش ونتيجة التجربة أنها وصلت بالكاد لسالبة مئة وخمسون والموصف أنها هي الأخرى تسرق لكن السؤال المطروح هو كيف تعمل هذه الشركات بهذه الحصانة الكبيرة؟ وأين هي الحكومة الملعونة من هذا كله؟ ريندي تشيكاس برقم خمسة آلاف ومئة وسبعة وخمسين والنتيجة وصلت إلى سالب ثلاثون وهي الشركة الوحيدة هنا التي كانت نتيجتها مقبولة نوعا ما من بين محطات البنزين الأربع التي دم اختيارها الغريب أن الحكومة تعلم بكل ما يحدث لكنها لا تحريك ساكنا ولا يمكنها إغلاق محطات البنزين التابعة لرجالها كما لم تتم مراقبتها منذ سنوات فبحسب الحكومة لا تتوفر على الأطر الكافية ولم تتعاقد مع مستخدمين آخرين لإنجاز هذه المهمة وذلك لتجنب اكتشاف سرقاتها وبالتالي الاستمرار في الاستغناء وجمع الثروة أما وسائل الإعلام فلا تتجرؤ على نشر مثل هذه الفيديوهات لأنها ستخسر الملايين التي تصرفها محطات البنزين في أعلاناتها التجارية بيدا أن هذا الفريق حمل على عطيقه مهمة الكشف عن أسماء جميع المحطات البنزين التي تسرق زبائنها بالمكسيك ويتوقع أن يتم ذلك مهمته بنجاح وسيستمر الفريق في الكشف عن الشركات المخادعة ورغم أن الحكومة لم تقم بأي إجراء أنت نعم تستطيع فعل ذلك جميعنا يمكننا القضاء عليها بشرائك من محطات بنزين يمنحونك لترات كاملة شارك الفيديو ليعلم الناس المحطات التي يجب مقاطعتها بإخبارنا المدينة التي تريد أن يزورها الفريق إذا استمتعت في مشاهدة الحلقة لا تنسى الاعجاب والاشتراك في قناة جميع الحقوق محفوظة لدى قنواتها التعلم شكرا